باقة مميزة ومتجددة من البرامج تقدمها وزارة الإعلام للمشاهدين والمستمعين عبر قانواتها الفضائية وإذاعاتها عبر الراديو فإذاعة البحرين تميزت في هذا الشهر الفضيل ببث أكثر من 30 برنامجا رمضانيا لتؤكد حرصها الدائمة على أرضاء ذائقة الجماهير وملائمة خصوصية شهر رمضان المبارك ضمن خطة رمضانية شاملة حرصت إذاعة البحرين على تقديم توليفة متميزة من البرامج الرمضانية التي تتناسب مع ذائقة الجمهور في الحقيقة إذاعة البحرين دائما تستعد لاستقبال شهر رمضان بكوكبة ومجموعة متميزة من البرامج الرمضانية والفواصل والسهرات الرمضانية من أهم يمكننا البرامج التي نحرص أنها تتواجد على خارطة إذاعة البحرين الرمضانية برامج المسابقات لأن دائما الجمهور مثل ما نقول هو متعطش للمسابقات الرمضانية بالإضافة إلى المسابقات تتضمن خطة الإذاعة باقة من السهرات المختلفة مع التركيز على البرامج الدينية والتوعوية والروحانية التي تتوافق مع خصوصية الشهر الكريم وعددا من البرامج الترفيهية برنامج الصائم الإيجابي هو برنامج رمضاني مستمر تقريبا أربع سنوات لغاية الآن هو برنامج من أسماء الصائم الإيجابي حفز الصائمين على التحلي بالسمات الإيجابية بديت معاهم برحلة التغيير والتطوير مدتها 30 يوم نبتدي من أول يوم من رمضان إلى آخر يوم من رمضان وهما متحفزين وفق برنامج مدروس وعلمي يساعدهم على التطوير وتغيير حياتهم رمضان في ضيافة العرب هي سهرة رمضانية بثت عبر أثير إذاعة مملكة البحرين هذه السهرة تركزت على تناول يعني العادات والتقاليد والطقوس الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك في عالمنا العربي الجميل ويمكن تشرفنا أمانة باستضافة مجموعة من زوجات السفراء العرب لدى مملكة البحرين للحديث عن أجواءهم الرمضانية وطقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم في بلدانهم وعلى موجة البرنامج العام وبحرين FM والقرآن الكريم تقدم فواصل مختلفة منها فاصل أصوات من ذاكرة الإذاعة ومقاطع صوتية لرواد إذاعة البحرين وفاصل أبواب السماء الذي يتضمن مجموعة من الأدعية والمناجاة برنامج من تقديم وإعداد المذيعة فاطمة محمد والأستاذة أريج معتوك الشيف ومدونة طعام صحي البرنامج خفيف يتكلم عن الأطعمة والأغذية المفيدة والصحية خلال شهر رمضان المبارك صوت المكان هو سهرة رمضانية تأتي بالتعاون ما بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وإذاعة البحرين تشارك في الإعداد الزميلة زينب مرضي وأخراج محمد الحسن في هذه المساحة على الهواء المباشرة نحاول أن نوصل صوت الأمكنة وتحديداً المدن التاريخية في مملكة البحرين ففي كل أسبوع نذهب إلى مدينة معينة ونتكلم عنها عن شواهدها العمرانية عن شواهدها الاجتماعية عن كل ما يتعلق بهذه المدينة كوكبة متنوعة ومميزة من البرامج الإذاعية الرمضانية التي أعدتها الكفاءات المتميزة تميزت بها إذاعة البحرين في شهر رمضان المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر